امبارح حصل الحدث المؤسف والمؤلم بتاع حريق كنيسة ابو سيفين في المنيرة الغربية في مبابا الكنيسة من جوة السود بايزة وحنا رحنا صورنا هماك واظنونا يعني كان البرنامج الوحيد اللي مزيعه هو اللي نزل شاف بنفسه وما بنعتبرش انه دي حاجة سوبر لكن بنعتبر انه ده جزء اساسي في بناء هذا البرنامج وفي بناء هذه المنظومة المتعلقة بتطوير التلفزيون المصري والقناة الاولى بالاخص حصل التوجيه الرئاسي بوضوح للهيئة الهندسية صلحوا ورمموا الكنيسة الهيئة الهندسية ردت كما جارت العادة بمنتهى السرعة حصل يا فندم حصل يا فندم عند الجيش معناها انه خلاص كده دي اوامر وكأنها اوامر عسكرية الموضوع انت طيب اعلقت ده بما سبيرو لما هاعرض على حضرتك لو احنا عندنا الصورتين حطوهم جنب بعض الكنيسة مبارح والكنيسة النهاردة الكنيسة مبارح والكنيسة النهاردة مش بكرة الريس مبارح قال رمموا وصلحوها ورجعوها احسن من الاول فالهيئة تقول حاضر حاضر دي معناها انه الشغل بدأ من مبارح بالمناسبة يعني الشغل عمليا بدأ من اول ما الريس قال خلص على طول هب ابدأ على طول فيه ازالة اثار هذا الحريق وخلص كل حاجة عشان هنبدأ نشتغل فيبدأ الشغل فتتفرج على الكنيسة النهاردة وصلت لفين انا بقولك فيه اقل من 24 ساعة وصلت لفين عايزين نشوف ولا ايه عندنا صورة او حلو طيب حقيقي ده معناه انه دي بلد ما بتسكتش بلد شغالة مؤسسات شغالة اجهزة شغالة ادارات وزارات الاخ الاخ كله شغال مفيش حاجة بالمناسبة بإذن الله سبحانه وتعالى هتبقى مؤجلة يعني هو عمليا اعتبرها مبدأ او انا بشوفها مجرد نظرة وجهة نظر رأي يعني هي دي تلكبت الرئيس انه مفيش حاجة اسمها انتظار يعني لما يجي الرئيس مثلا في صعيد اخر ويقولك القضاء على قوائم الانتظار دي حاجة هنا متعلقة بالهيئات الصحية متعلقة بمنظومة الصحة في مصر خلصولي على التوابير انا مش عايز حد عيان يقف في طبور مش معناها انه ميقفش في الطبور فاحنا نجيب كرسيين ونقعدوا ولا نفتح صلة انتظار كبيرة تبقى مكيفة عشان نخفف على اهلينا المسألة ابعد من كده هو طبعا انت هتفتح صلة انتظار تقعد فيها الناس وطبعا تبقى الصلة دي مكيفة وزي الفل والمعاملة تبقى ميد فل و14 كمان لكن القضاء على قوائم الانتظار يعني مفيش حاجة اسمها حد يبقى مستني العلاج ومش عارف ياخده عشان لم يصبه الدور بعد لسه مجاش عليه الدور ونقعد اسبوع واثنين وثلاثة وعشرة وشهر واثنين وثلاثة ونبقاش عارفين هنعمل ايه وندور ونكلم حد في مجلس النواب ولا نبعث للإعلام ولا نكلم نبعث للصحافة ولا نشوف حد نعرفه قريبنا يكون يعرف حد في المستشفى اياها علشان خاطر يساعدنا على مش عارف ايه تاني ده جزء انا اراه اعتقده بل انه هو يقين بالنسبالي انه دي طريقة وتركيبة عقلية الرئيس مفيش حاجة اسمها تتأجل مفيش مؤجلات تحديدا في ايه فيما يتعلق بالمواطن ومش اي مواطن حكت الغالبان تتعمل الاول الغاني يقدر يستنى فالقضاء على قوائم الانتظار بالاساس للغلابة كنسة المنيرة كنسة في حتة على الاد ويمكن انا هنا يعني اطلب ويعني وووووو واطلب من فخمت الرئيس يعني حقيقي مناشدا متمنيا انه يا فندم لو سيادتك تدي توجيهات اذا كان لوزارة الاسكان او حياة كريمة او 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 نظرة للمنطقة هناك في المنيرة الغربية يا فندم نظرة تبقى حلوة وكويسة المكان هناك محتاج حاجات كتير والناس على الاد على الاد اوي 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 صحيح الحتة برا اتعامل فيها جنيلة حلوة ومنتزها لطيف وكده وده لخدمة الناس والاهالي عشان يبقى متنافس ويبقى فيه خضرة والعيال تلعب وتنبسط بس المنطقة هناك محتاجة نظرة محتاجة نظرة فيه الاصلاحات بتاعت الطريق محتاجة نظرة فيه شكل المباني وواجهاتها محتاجة اعادة تنظيم يعني اللي ساتك هتشوفه بالنسبة لنا ميت فل و14 بس نظرة يا فندم اتمنى ان يعني الرسالة توصل للرئيس والمطالبة من مزيع غلبان على قد الحال ورجل يعني اتشرف واسعاده الحظ انه دخل تحت القبة فيتمنى انه لو فيه حاجة نقدر نعملها للناس فنوصلها لسيادتك ايوة هنا الصورة هي انت بتتفرج على التلفزيون زي زيك بقى هتلاقي ايدك الشمال الكنيسة مبارح ايدك اليمين الكنيسة النهاردة ادي الترميم ودي السقالات ودي الشغل انت هتصدق تصدق لا هو انت هتصدق لانه ده مرأة العين انت تصدق بصرك صح اهو مش مصدق يا عام واحد اسمه يوسف يا عام خد بعضك في اي مواصلة ولا بتاع ونزل خطف رجلك لحد هناك هتروح على المونيرة الغربية يام باب اقول لهم فين الكنيسة اللي اتحرقت هيقولك ايه هناك ايه انت تصدق هي حصلت قبل كده في مصر انه التوجيه يتقال نبدأ نشتغل في نفس اليوم الكلام ده ما بيحصلش غلت خلط 8 سنين اللي فاته ما عهدنهوش في حياتنا خالص 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 بالكلية محدش يزعل خالص بالكلية الحاجة تتقال فنبدأ نشتغل في لحظتها كان فين ده على حظك اصلا في حاجات كتير بتحصل في البلد دي انت ما بتاخدش بالك او ما بتشوفهاش او ممكن تكون بتحصل مثلا في مدينة او في قرية او في شارع بعيد عنك اللي بيعرفها هو اللي ساكن فيها واللي حواليها واللي بيستخدم الخدمة دي او اللي بيستمتع بيها الى اخير لما بتبقى الحاجة ليك انت فانت هتاخد بالك طيب يشاءل علي القدير انه هذه الحادثة تهم كل مصري ولانها تهم كل مصري فتبقى حديث الصحافة والاعلام والتواصل الاجتماعي فتبقى ساعتها اللي بيحصل فيها معروضة على كل مصري مش كده ايه دي حضرتك اهو الناس شغالة الكنيسة شغالها الخارجي اتغير يعني 180 درجة مش دي اللي احنا رحناها مبارح دي حقا كأنها مبنى تاني تماما حاجة تانية خالص خالص بالمناسبة انا عايز بس اقولك برضو حاجة كويسة جدا خد بالك بقى هنا الشغل اللي بتعمل ما هوش مجرد ان احنا ايه اه يعني عملنا شغل تشتباط بتاع او عدد تشتباط او للوجهة الخارجية بتاعت الكنيسة من الاربع جوانب بتاعها اطلاقا شايف المصورة الحمراء اللي عليلك الشمال دي في الصورة بتاعت الكنيسة دي مصورة نظام الاطفاء يعني انا بجهز المبنى زي ما الكتاب بيقول بقى خلاص المبنى اللي كان موجود قبل كده ربنا يا رب نجد التاني دعائنا من ربنا سبحانه وتعالى بالرحمة والمغرفرة لكل من انتقل لربنا سبحانه وتعالى ويا رب يا رب يوعدهم ويديهم الجمه يا رب ويا رب يا رب اهلنا اللي في المستشفى يقوموا بقى الف صحة والسلامة ويا رب يصبر الاهلي كلهم لكن اهو ده وضع مختلف خالص اشتراطات الامن والسلامة والحماية المدنية الحاجة بتتعامل بالمزبوط فان اردت تاني تصدق الله عزمي الوحب بيفكر انه يدي مساحة من الوقت لكتابة مفاهيم الجمهورية الجديدة والله العظيمة بغزر يعني يبقى في كتاب كده او مؤلف حاجة كل وقت يعني على قدي يمكن تفيد او تبقى موجودة في يوم من الايام في مكتبات يقرأها طلاب او غيره يعني مش هنكون عايشين ساعته لكن ده بجد هو ده مفهوم من مفاهيم الجمهورية الجديدة لا شيء مؤجل ده اساس ده بناء تستطيع ان ترفع عليه الكثير والكثير من الافكار والمبادئ عشان بس تبقى قدر تستوعب ليه بنقولك الجمهورية الجديدة الجمهورية الجديدة لانه ده من ضمن مفاهيمها لا شيء يؤجل والغلبان هو صاحب الاولوية مش العكس جو من كله ضهر يضرب على بطنه خلصت اللي ما كلوش ضهر مصر ضهره الدولة ضهره مش مصدق هتجرب وهتشوف اشتركوا في القناة